الحقيقة إن مضادات الاكتئاب فيه ناس أحياناً بتاخدها بدون استشارة طبيب لمجرد إنه هو شاعر بالاكتئاب لكن طبعاً أي حد يحسب بأي عرض من أعراض الاكتئاب يتوجه مباشرةً للأطباء لأن الأدوية دي لها تأثير سلبي أحياناً علينا إزاي ده اللي الدراسة بتقوله؟ النهاردة معينا دراسة بتتكلم على إزاي مضادات الاكتئاب ممكن تقدي لزيادة الوزن وده اللي اكتشفوا بحثون في جامعة هارفورد ببيانات الوصفات الطبية اللي عملوها على تقريباً 200 ألف بالغ أمريكي قرنوا تغيرات الوزن بين 6 و 12 و 24 شهر من بدء تناول مضادات الاكتئاب من مجموعة كده من الأدوية مختلفة ومتنوعة ولقوا أن فيه أنواع بعينها الأنواع دي من أسرة واحدة يعني بالتكوين المواد الفعالة قالوا أن تناول هذه الأقراص ممكن يكون لتأثير على زيادة الوزن بعد عامين من تناول الأدوية زي ما أتنشر في الدليميل البريطانية طبعاً يعني على حسب ما قاموا بالدراسة دي بمجموعة الأدوية اللي لها مادة فعالة موحدة بالتأكيد قالوا بأن اللي بيتناولوا الأدوية هم أكتر عرضة بنسبة 10% لـ 15% لزيادة الوزن بنسبة 5% من اللي وزنهم يعني على الأقل يعني بالنسبة لمقارنة بالنسبة اللي ياخدوا الأدوية واللي مش بياخدوا الأدوية مقارنة بالأشخاص اللي بيتناولوا مضادات اكتئاب تانية غير الأنواع اللي ذكرت بالنسبة للدراسة ومع ذلك لوحظ أن فيه أقل قدر من زيادة الوزن عند المرضى اللي تناولوا برضو دواء معين ولكن بمادة فعالة مختلفة ولكن كلهم تحت أسرة ومظلة مضادات الاكتئاب بأن هما مزادوش في وزنهم على الإطلاق بعد 6 شهور فقط من تناولها وده اللي بيورينا أهمية أن يكون فيه فعلاً تعامل مع الطبي في الموضوع لأن كل حالة هتتناسب مع الحالة التانية علشان نتجنب مسألة زيادة الوزن واحد من معدين الدراسة اسمه دكتور جوشا جوشو بيتمهر ده واحد من معدين الدراسة قال أنه يمكن لدى المرضى وأطباقهم أو عندهم مجموعة من الخيارات عند تناول مضادات الاكتئاب لأول مرة ممكن توفر الدراسة دي أدلة واقعية مهمة بتتعلق بزيادة الوزن اللي بيتم توقعها بعد البدء في تناول بعض مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعاً والأطباء يمكن للأطباء والمرضى استخدام هذه المعلومات من بين عوامل أخرى للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن الاختيار الصحيح لهم يعني طبعاً الدراسة اللي بنكلم عنها النهاردة واللي نشرت في مجلة Arnold's of Internal Medicine قالوا أن في مجموعة للمراقبة اللي هي الخاصية نفسها أو القالية اللي بيتم من خلالها الدراسة بيتم مقارنة زيادة الوزن مع شخص لا يتناول الدواء ومجموعة الأدوية اللي بنكلم عنها يعني ببساطة بتقول الدراسة بأن الزيادة الطفيفة في الوزن خلال فترة عامين ممكن يكون صدفة أو بسبب مشكلة صحية موجودة عند البني آدم نفسه المتعلقة بالأدوية يعني مش شرط يكون بسببها فعشان كده بيعتقد أن بعض مضادات الاكتئاب بتزيد الشهية وبالتالي ده بيدفع الشخص أنه يتناول مزيد من السعرات الحرارية وبالتالي دي تكون واحدة من ضمن الأثار الجانبية كمان من ضمن الأثار الجانبية الأخرى لمضادات الاكتئاب عندنا الغتيان، الدوار، الأرق والعجز الجنسي إذن الموضوع مش قاصر بس على زيادة الوزن لدي أمور تانية كتير وربنا ما يضيبش أنه ما يجيبش أي اكتئاب لأي حد يا رب إن شاء الله بالتأكيد يعني موضوع الاكتئاب ده موضوع كبير ومهم وزي ما قلنا في بداية الدراسة الذهاب للأطباء ومعاونتهم في نوع الدواء اللي ممكن يتناولوا الشخص ده أهم كتير من أي حاجة تانية وطبعا بقى إلى جانب أنك تعمل لنفسك جدول كده في أنك تخرج من هذا الموضوع بشكل أفضل عايزين بقى ناخدكوا لموضوع تاني نتكلم فيه والحقيقة إن إحنا كلنا في الصيف بنكون عندنا يعني تحذيرات وقلقانين وخايفين من ارتفاع درجة الحرارة اللي كمان مش بتأثر علينا إحنا لوحدنا لا بتأثر كمان على الإنترنت لأن الأجهزة زي ما إحنا بنحس بالحرارة وبالموجات الحرارية الأجهزة كمان بتشعر بالموجة الحرارية وبيكون لها تأثير سلبي على جودتها وحتى بنحس ده في الموبايليات بتاعتنا يعني أوقات كتير تبقى حطوا حتى مش على الشحن ولا على الكهرباء ولا أي حاجة وتلاقيه سخن جدا فبرضو ده من ارتفاع درجات الحرارة في تقارير اتنشرت على مواقع مجلات عالمية بتأكد أن الهواتف الذكية هي من أول الأجهزة اللي بتتأثر بارتفاع درجة الحرارة وكتير مننا بيستخدمها لكن غالبا ما بيتمش فكرة الاهتمام بقى بجهاز الواي فاي الخاص بينا باعتباره يعني قطعة من المعدات الموجودة والحقيقة أنه بيتأثر بشكل كبير جدا بحالة التقص ووفقا لتصريحات عدد من الخبراء قالوا أن الطريقة اللي بيخزن بيها الناس جهاز الواي فاي أو الحتة اللي هما بيحطوها فيها الحقيقة يعني ما بيرعوش فيها أنها تكون مكان يعني أجواء ولطيفة نسبيا لأنه مش بس بيسخن من الكهرباء لأ كمان من موجات الحرارة وطبعا طول الوقت شغال يعني فيش حد بيفصل الراوتر تقريبا طبعا لا بيفصله بس ساعة ما صيانة أو ساعة ما خدمة العمل يقول له أفصل الراوتر ويفتحه تاني وهو ده الوقت الواحد فعلا أن الراوتر بيتقفل فيه ولكن يعني على ذكر الحرارة كمان الموبايل أحيانا بيطلع لك رسالة يعني الموبايل هو نفسه بيستغيث يعني لكن درجة الحرارة بالنسبة له خلاص يعني وصلت للدرجة اللي هو مش قادر أنه يعني يتعامل معها وبالتالي لازم فعلا يكون فيه تعامل مع الموبايلات والأجهزة بشكل عام ومراعاة درجة الحرارة احنا كنا لسه بنقول نتعامل ازاي مع درجات الحرارة العالية بالنسبة لنا وقبل كده لسه في المعلومة مبارح كنا بنقول ازاي نتعامل معها مع الأطفال فالنهار ده يا جماعة نشوف ازاي نتعامل معها بالنسبة للأجهزة والراوتر باعتباره بالتأكيد هيكون حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لكل طبعا العلماء قالوا أن من الأفضل أن جهاز الواي فاي يكون في أبرد غرفة ممكنة في المنزل ودي صعوبة في الموضوع بصراحة ما أنا لو حطيته في أقرب غرفة تكون أو أكتر غرفة يعني بردة طبعي الشقة ما نعود أنا فيها حسن يعني أنا أهم من الراوتر ديما يقولك حطه في مكان اللي هو في وسط الشقة هو ما فيش أصلا مع الأجواء الشديدة الحرارة اللي احنا عايشين فيها دي ما فيش حتة في البيت لا هي الفكرة ده خلاص ماشي هو بالنسبة والتناسب يعني هو جاو حر جدا ماشي فهو هيدور على أكتر مكان درجة الحرارة أقل فيه حط في الراوتر فهنا بس مشكلة محتاجة تدخل من الجامعة تول آي تي عشان يقدروا أنهما بس يجيبوا اللي هو فيه جهاز كده بيوزع الموجة أكتر اللي هو الموجات بتاع الواي فاي عشان يحلوا المشكلة دي فهو ما بيقولوا حط الراوتر في أكتر مكان أو أكتر غرفة بردة وبالتالي هيكون أداءه أفضل وعلى فكرة كمان أنا عرف أن الراوتر مفروض يتحط ما يكونش وراه حاجة مباشرة يعني ما يكونش فيه جدار مباشر وراه ناسك فيه علشان برضو يقدر أنه هو يدي الإشارة ده حد اللي قالي عليها متخصص في الموضوع يعني دي مش الدراسة ده على أنسى التخص بالمعلومات الخاصة بنا فيه لأن ممكن هنا أشاعة الشمس المباشرة بالنسبة للدراسة بتقول أنها ممكن أن يكون لها تأثير دار على الأجهزة التكنولوجية وأن الأجهزة الإلكترونية بتعتمد على التهوية علشان تحافظ على البرودة الخاصة بجهاز نفسه علشان كده بيقول أن الجهاز بيحتاج مساحة حواليه لإخراج الهواء الساخن اللي بيكون ناتج عنه عشان كده لو مسكنا وشفت الراوتر من بره من وراء ظهره تحديدا هتلاقي بيكون درجة الحرارة مرتفعة فيه عشان كده بيكون فيه فتحات دي الخاصة بي عشان المعالجة بيحتاجها الجهاز نفسه الواي فاي علشان يقدر يقوم بشغله وبالتالي ويكون عليه مجهود حراري كبير لازم أن يتم مراعاة الجزئية دي نحطه في مكان بارد وفيه تهوية حواليه يعني بمعنى واضح ببساطة شديدة لازم الجهاز يكون في مكان جيد التهوية ويكون بارد علشان ناخد من الجهاز والراوتر وبالتأكيد كل الأجهزة بشكل عام مش بس الراوتر يعني ناخد منه أفضل أداء إذن درجات الحرارة بتأثر على كل يعني واضح أن مش احنا بس كل حد بيتأثر بدرجات الحرارة سواء بالنسبة لينا أو بالنسبة للأجهزة وربنا يصطر مع درجات الحرارة اللي احنا شايفينها علشان كده نحافظ على أداءنا وأداء الأجهزة ويكون يوم سعيد علينا جميعا إن شاء الله